مرحبا بكم ليش الشاورمة أخطر الأطعمة بالعالم؟ الشاورمة يوم كامل بتكون خارج التلاجة هو الوضع المثالي للبكتيريا الحرارة من خمسة لستين سلامة الأغذية تطلق عليها المنطقة الخطر هي المكان الوضع المثالي لتكون البكتيريا وإنتوا سمعتوا كثير أكيد عن موضوع التسمم الغذائي والأخاص بالشاورمة في بعض الدول كثير هو موضوع خطير وهذه الشرط فقط اللي احنا نسمحها لكن ما خفية أعظم الوجه اللي برة مسلوع تسلوع وجه الشاورمة ولكن من الداخل هي غير ناضجة وحتى لو حتى احنا بدنا نفترض أنه الوجه اللي برة هو ناضج الزيوت والشحوم والدم والسوائل اللي بتنزل في الصينية عندما بقص الشاورمة كله بنزل على الصينية وهي مليانة بكتيريا المكروبات تنشط وتسبب تسمهم غذائي هل تقبل تجيب قطعة دجاج أو لحم توضحها بالشارع خارج التلاجة اليوم كامل تكون معرضة للبكتيريا والتلوثات والطعمية لأهل بيتك؟ هذا هو السؤال سيخ الشاورمة زاد لليوم التاني شو بنعمل فيه؟ بكل بساطة بيدخل التلاجة وتاني يوم بكمل عليه اللحم بكون قايم الوجه ومدخل اللحم الني بالتلاجة السيخ وبكمل عليه تاني يوم وهذا بعمل تسمم وبيعمل مشاكل بالصحة فيه ناس بتقول انه احنا بناكون شاورمة وما بنعاني من اي شيء هو يختلف من شخص لشخص المناعة تختلف من شخص لشخص ولكن بالأغلب الأغلب حيكون فيه مشاكل ولكن ممكن تكون مشاكل وقتية من شان انه انت المناعة عندك قوية تكون عندك مشاكل مغص مشاكل سال ولكن ممكن في أي لحظة تكون عندك تسمم رجاءا والأخص الناس المريضة والناس اللي عندها مشاكل صحية هذا ممكن يؤدي إلى الوفاء وهذا حصل كتير خصوص الدجاج اللي يكون في المكينة هذا ما فيه مشكلة ولكن فيه ملحوظة صغيرة يكون الدجاج في أسفل المكينة ناضج والدجاج الغير ناضج بيكون أعلى المكينة بنزل السوائل والبكتيريا على الدجاج الناضج بيأتي لزبون بيأخذ من الدجاج الناضج كله مليء بالبكتيريا وهو لازم يكون العكس لازم يكون الدجاج الناضج بالأعلى والدجاج الغير ناضج بالأسفل إذا كان العكس الناضج بالأسفل والغير ناضج بالأعلى هذا أيضا فيه تسمم غزائي وأنا دايما بنصح أن تعملوا الشاورمة بالبيت هي كتير كتير بسيطة وكتير سهلة مثل ما أنتم شايفين هي سهلة وبسيطة الشاورمة وأنا حاوضع الرابط تبع الشاورمة في صندوق الوصف في الأسفل هي كتير بسيطة وكتير سهلة وإنتم ممكن تعملوها بشكل روعة أتمنى أنتم تهتموا في صحتكم وصحة أولادكم من شأن نتجنب كثير من الأمراض أتمنى لكم السلامة بأمان الله